أبغاد الحلال إلى الله الطلاق ولكن أحياناً تبقى هو الحل وحيد أمام صعوبة استكمال حياة زوجية للطرفين سواء المرأة والرجل ولكن اليوم بما أنه البرنامج دائماً خاص بالمرأة وبالأسرة فقد نتكلموا على كيفش المرأة بنحيتها من جديد من بعد تجربة ديال الطلاق كيفش من بعد تلاق المرأة تجاوز تجربة ديال الطلاق من بعد الحب من بعد العشرام من بعد الولف بعد دوبة في تلاق تكونوا أطفال فشنو المرأة اللي ممكن تبدأ بيك خطوات باش تعاوة تلقى نفسها والنفسية ديالها وتكمل المشوار ديال الحياة إذن كأي تجربة بشكل عام لكن تجربة يعني التلاق هي تجربة تتكون قاسية واحد الشيء خاصة عن الطرفين صراحة المرأة والرجل غير المرأة بالتالي الولف صعيبة الإنسان سيبدأ وتيفود يعني تيدر واحد المدة معينة ديال العشراء إلى آخرين كما قلتين وخاء بعض الأحيان تكون قرار يعني بشكل تتخذ من الطرفين وبشكل يعني واقي على أساس أنه هذا هو الحل ومع ذلك تيبقى لأنه طبيعي أنك تتبقى واحد منك هذا الفشل شيئا ما فبالتالي خاصني نوقف مع نفسي أول حاجة أول شيء أول شيء ولا بدنا نقلب على التصالح معاداتي وطبعا أهم شيء وأنا تنقولها خاصة بالنسبة للسيدات أنك خرجي من دور الضحية لأن إذا لمشيت تتقولي أنا مسكينة وعمل لي وفترك لي وفعلي وكذا وكذا يعني ستبقى مشكلة عندك بيد لأنه باش تقدري تبداي بداية جديدة مدامتي باقى في ذاك العتاب باقى في ذاك الكراهية باقى في ذاك بعض الأحيان يعني الكيد باقى بالحقد باقى ذاك العواطف كل السلبية ما غدت نفعكش في شيء في أي شيء وحنا في الحلقة اللي فاتت يعني خرجنا بواحد نتيجة هو أنه في العلاقة الزوجية يكون دائما رابح رابح القلب وعليهم جوج يعني ما يكونش رابح خاسر فبعد تتلقي كيفما أكدت أنه المرأة ما تخرج بأنها خاسرة بالعكس ربحات بزاف الأمور يعني احتكاك تجريبة ربحات بزاف الأمور بعد وقت يكونون أطفال ربحات وليدات من هذا المشروع دي يزواج فعلا أولاد لو كانوا أولاد تجريبة قيمة على أساس أنه خاصني نقول بأنه حصل واحد الفشل اكتب الله علينا وحصل هذا الفشل أو حصلت ثلاثة هاد الواقع فإذا سواء برضاي أو أنني ربما كان الزوج اللي طلب الطلاق ربما يعني بغيابي هو بداية أخرى مع شخص آخر سواء يعني أنا اللي قررت لأنه غير صالح إلى آخر أيام كانت الأسباب فبالتالي نحلل هاد الأسباب ونشوف شنه هو الطرف يعني شنه هو شنه أنا كان ممكن يعني نستفد من هاد تجريبة هاد يعني واحد خصيد شير واحد شوية ديال لغو كل كيفاش نقوله له بالعربية سنة يعني الواحدي رجع الوراء رجع الوراء وحاول القادك يجاوب على بعض الأسئلة ديال أنه شنه اللي كان ممكن نديره وما درتوش في هاد تجريبة هاد أو شنه هو الأشياء اللي خصني نصلح منها طبعا هاد شي تيجي من بعد أنك بدأ حتى تتدير لسوفراج يعني أنك وصلت للمرحلة يعني ديال ساليتي الحزن يعني ساليتي الآلم عادي ممكن لك تتكلم عن نفسك وتحاول أنك تلقى شنه هما الأشياء اللي ممكن تصلحها من نفسك شنه هما الأشياء اللي أنا يعني كان سبب عندي فيها لأن ما يمكنش أي حاجة كما قلنا لوم الآخر فقط غير طرف الآخر غادي تقول لي شامعة مرة وحد أخرى حتى تنتي يا للا واش كنتي تتقابلي راسك واش كنتي في البيت ولا لنسيتي خليتي ذاك الفاراغ يكون كبير بينك و بين الزوج ديالك فبيتسالي هنا ولكن هنا خصوح هنا خصوح النوج فعلا وهذا النوج هذا باش يمكن لي يعني جمير غمي ان كيستيون كيفاش أنني ديك لغميز ان كيستيون نحاول نشوف مع نفسي شنه هما الأشياء التي يعني غانستلحاف هذه القضية ترجمة نانسي قنقر